ان هو بيعمل لي او بيقدم لي امكانيات ان انا اقدر اعمل حصة شيقة باستخدام الباور بوينت الميزة اللي فيه ان هو ما بيخليش ابز المجهود بمعنى ان لو انا عندي باور بوينت جاهز بيقدر يضف لي على الباور بوينت اللي موجود عندي اسئلة تفاعلية مع الطلاب فيها جزء من التنافسية يعني ما فيوش ارهاج بالنسبة للمعلم بمجهود بسيط جدا اقدر احاول الباور بوينت العادي الى باور بوينت تفاعلي وفيه مسابقات بالنسبة للطلاب وفيه السؤال العادي اللي هو الاكمل الفراغة والاختار رجابة بيتحول الى شكل تفاعلي بيبقى فيه جذب للطالب في جميع المراحل الدراسية ومبدئيا التطبيق يصلح مع جميع انواع الباور بوينت يصلح مع جميع المراحل الدراسية يصلح مع جميع المواد يعني حتى التربية الراضية لما كان شغالة اولاين كانوا بيستخدموا التطبيق دوت مع الباور بوينت تب تعني مشي خطوة خطوة اول خطوة المفروض ان انا بحمل التطبيق يفضل حضراتك لا بدون تفاع بالتطبيق تتابعوا معا من التليفون وتشتغلوا من الكمبيوتر او من اللابتوب اول خطوة ان انا بحمل التطبيق بحمل التطبيق بطريقتين ياما ان انا بفتاح جوجل وomenaدور على كلمة كلاس بوينت او ممكن من خلال الرابط دوت او الاسهل ان انا ممكن اصور من خليل التليفون اقدر ان انا من خلال الكيو ار كود قادر ان انا ادخل مباشرة على التطبيق. طبعا لما ادخل على صفحة التطبيق. لما ادخل على الرابط هيوجهني على طول على صفحة التطبيق. هعمل ده اللود ناو. هيبدأ يحمل. طبعا بابدأ اكتب بيانات اللي هو الاسم. والايميل مع ملاحظة حاجة هنا. اهم نقطة في تحميل البرنامج ان لازم يكون عندي او بشغل او باستخدم ايميل يكون شغال. ليه? لانه هو لما اجاب حمل التطبيق هيبعد يقدر بيبعث لي لازم يبعث لي كود على الايميل اللي انا استخدمته. فلازم الايميل اللي انا هكتبه هنا لازم يكون ايميل فعلا شغال ونشط. واكتب اسم المؤسسة اي اي مؤسسة مثلا. اسم مدرسة او اسم حضرتك مثلا. ويبدأ ان انا اعمل ده اللود. طبعا انا محمله عندي قبل كده بس انا ماشي مع حضرتك الخطوات. يبدأ ان هو يحمل على ما ياخد قطته في التحميل. المفروض ان هو بيديني في الآخر ملف بالشكل ده كده. اللي هو الملف ده. يبقى انا كده حملت. اول خطوة حملت تطبيق الاسبليد لسه على الجهاز بتاعي. الخطوة التانية. ان انا اسطى بالتطبيق ده واربطه مع البوربوينت. عشان اربطه مع البوربوينت لازم اقفل البوربوينت اللي عندي. يعني انا فاتح اي بوربوينت لازم اقفل البوربوينت اللي عندي. تمام? عشان ابدأ تسطيب بيبقى بيكون باعتك كودة على الايميل. طبعا انا عامل الخطوة دي فيها عشان بس الوقت وعشان ما 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 احزفش من احزف التطبيق من الباور بوين توارج على الجاعة وتاني. المفروض بيكون باعت كودة على الايميل. لما تيجي حدك تسطب التطبيق ده. هيطلب منك الكود اللي هو اللي باعتولك على الايميل. خلاص. هيبدأ يجيب لك صفحة بتعبي فيها البيانات زي ما تشوف كده حضراتكم دلوقتي. كده بعمل عملية التسطيب ان انا بربطه. انا مش هكمل للاخر. انا بس وراء حضراتكم الشاشة. اخد سري او سنتين. هيطلب من حضرتك اسمك ومرة تانية والاسم الاخير والايميل والكود اللي باعته لك على الايميل. ويبقى ياخد اجراءاته في عملية التسطيب على الايه على بحيث ان هو يربطه مع الباوربوينت. زي ما قلنا بشرط لازم يكون كل الباوربوينت اللي انا فاته عندي مقفول. طبعا انا نتجاوز الخطوة ديت. المفروض هو خلاص كده اعتبر ان هو سطب الكلاس بوينت على الباوربوينت عندي. طيب. لما بيسطب الكلاس بوينت على الباوربوينت بلاقي في ايكونة ظهرت عندي هنا جديدة ما كانتش موجودة. طيب. انا دلوقتي برضو في لسه في خطوة سابقة من الخطوة دي. انا هعمل كده. تسجيل خروج. طبعا دي الشاشة اللي جات اللي فاتت. يعني خلنا ننزل دي دلوقتي كده. دي الشاشة اللي هيجيبها لحضرتك اثناء التسطيب. هيجيبها لحضرتك تكتب الاسم والاسم الاخير. واسم المدرسة بتحضرتك او المؤسسة. والمرحلة الدراسية اللي بتدرسها والدولة. وتبدأ عملية اللي هو عملية التسجيل. ماشي؟ تمام. طيب. هنا المفروض بيجيب لك الايكونة دي لما تيجي تفتح الباوربوينت هو بيفتحك الباوربوينت اتوماتي. لما تشغل الباوربوينت بتلاقي الايكونة دي زهرت ما كانتش زهرة عند حضرتك قبل كده. يعني اللي كان يبقى زهر دايما عندي الايكونات العادية. دي زيادة ما كانتش موجودة. ولما تضغط عليها المفروض بيجيب لك هنا كلمة ساين ان. ساين ان هنا معناه ان انت بتعمل تسجيل دخول بقى على التطبيق وهو على الباوربوينت. تمام؟ بتستخدم الايميل اللي يعجبك. هو بيقول لك بيدخل ايميل وبتدخل باوربوينت. اه بتدخل اسف باسورد. يبقى بعد التطبيق ما بيتستخدم على الباوربوينت. بتظهر عندي ايكونة هنا. الايكونة ديت. بيكون مصحوب بها كلمة هنا ساين ان. تسجيل دخول. بتسجيل دخول. اول مرة بيطلب ان انت بتحدد باسورد. خلص. بيتحدد الباسورد وبيعتمد الباسورد عنده. وبيجي لك رسالة على الايميل. استاذ احمد. اتفضل يا سيد. استاذ احمد بعد ذلك. الصورة واقفة عندك على الشريحة اللي انت فيها بياناتك. ماشي. تمام. بس نمشي اساسا نمشي معك. ايوة تمام. لان اذا سبشرها دي بس لما اعملها في عرض الشراحة ما بيظهرش للشريحة الادوات اللي فوق. فانا عندي هنا لما بسطة بالبرنامج زي ما قلنا بتظهر الايكونة دي. وبيظهر كلمة سين ان. خلص كده اصبح عندي بعمل سين ان. اصبح البرنامج عندي شغال. معهم لاحظة حاجة. انا ممكن اخرج من البرنامج وارجع له في اي وقت يعجبني. يعني اللحظة يعني ممكن اخفي الشريحة ده في اي وقت بعد كده. لو انا مش محتاجه. واعمل تسجيل خروج من هنا. وارجع الوقت ما انا عايز. تمام. طيب. تعال نشو بعد دلوقتي ايه الادوات اللي عندي. خلص انا عملت سين انه اصبح البرنامج فعال عندي. واصبح عندي كل التفاصيل خلصة دلوقتي. ايه الامكانيات اللي موجودة عندي. بعد ما حملنا البرنامج وستطبنا البرنامج. وفعلنا البرنامج باستخدام الايميل. وخلاص تم ارسال الرسالة. عشوف الامكانيات وعملنا تسجيل الدخول كمان. زي ما قلنا. واداني عندنا الايكونة اللي هنا. وعملنا سين ان دي اللي بتبقى ظهرة. تمام? تعال نشوف الامكانيات اللي موجودة عندي في التطبيق. دي لوحة الادوات اللي هي الجديدة اللي بتبقى ظهرة في التطبيق. لما ببا عملت سين ان بس على التطبيق. يعني لو انا عملت سين اوت. الخروج مش هتبقى ظهرة دي عندي. تعال نشوف الادوات دي عمل عن ايه. الادوات دي مقسمة الى اربع اجزاء او خمس اجزاء. الجزء الاول ده اللي هو جزء الكتابة. مكون من مجموعة من الاقلام. ومكون من صبورة. واحنا هنشتغل على كل جزئية من دلوقتي ونشوف هنشتغل عليها ازاي. الجزء التاني. اللي هي الايكونات ديت. دي الخاصة بالاسئلة التفاعلية. يعني الجزء الاولين ده خاصة بالكتابة صبورة ومجموعة اقلام. الجزء التاني خاص بالاسئلة. ادوات الاسئلة. الجزء التالت اللي هو ده. عبارة عن اعدادات العرض. عندي تالت ادوات اشوف هنشوف هنشتغل عليها ايه بعد كده دلوقتي. عندي الجزء الاخير ده لو الجزء التنفسي زي ان انا اعرض النتائج بتاع الايه بتاع الطلاب. الجزء الاخير ده خاص بالدعم الفني. ولو انا شارع النسخة لان طبعا التطبيق في من النسخة مجانية وفي نسخة مدفوعة. تمام? يبقى ده كده شريط الادوات اللي هو المفروض انه هو الظاهر عندي بيظهر عندي فوق لما كنا عامل سين ان بس. بعد كده في عندي قوائم ادوات. القوائم دي ما بتظهرش في الكلاز بوينت الا لما كنا عامل وضع عرض الشرايح. زي الوضع اللي هنعمله دلوقتي. يعني لو انا عملت كده وخرجت. هنا في قوائم الظاهرة عندي. في الجزء اللي تحت ده. طيب لما اجعمل عرض الشرايح. هنلاقي ظاهر عندي مجموعة ادوات تحت هي ما كانتش موجودة. يبقى لاحظ ان مجموعة الادوات دي لا تظهر اللي هي تحت. لا تظهر الا في عرض الشرايح فقط. تمام? اللي هما الادوات اللي هي دي. وهنش نشوف كلا استغنام كل ادام الادوات دي. ما نشرحها بالتفصيل ان شاء الله. لدي كده ملخص الادوات. في عندي دي ادوات كتابة. ادوات اسئلة. ادوات نتائج. تمام? طيب. تعال نشوف تفاصيل الصف. طيب انا بعمل التطبيق ده او باستخدمه. هل باستخدمه لنفسي? ولا انا عايز ان الطلبة تدخل معي وتشترك معي وبقى فيه تنافس مبلو الطلاب. مفروض ان بقى فيه تنافس مبلو الطلاب. يعني الطالب يدخل معي على التطبيق ويشاركني في الحصة الدراسية. تمام? طيب الطالب هيدخل ازاي? الطالب يا اما هيبحث على class point على المتجر. يا اما الاسهل ان هو فيه طريقتين. ان هو يسحب او يصور ال qr كود ده. كل فصل حضرتك بتعمله بيبقى ليه qr كود بيبقى ليه حاجتين. بيبقى ليه qr كود بالشكل دوت. ممكن الطالب يصور بو الموبايل يدخله على طول على الفصل. او بيبقى فيه كود خاص بالصف والكود اهو. اللي هو بيبقى ظهر هنا كده او بيبقى ظهر فوق. طبعا الكود اللي تحت دي صورة. يعني مش ده. الكود الصف اللي احنا شغلنا عليه دلوقتي اللي عايز يدخل هو الكود اللي فوق ده. ممكن حضرتك كل عايز يدخل ينضم. اما يدور على التضيق على المتجر وينزله او ان هو يصور بالموبايل يصور الكو ار كود ده. الكو ار كود ده خاص بالصف الجديد اللي احنا فتحينه دلوقتي او اللي احنا شغلين عليه. فانا هنخليه كده ثانية واحدة اللي حد اكو اللي عايز ينضم ممكن يصور الكو ار كود ده. هو ده اللي منضم معي لغاية دلوقتي حتى برضه عشان نلاحظ هنا. اللي منضم معي دلوقتي تلاتة بس اهم. فالله ينضم ياما ينضم بالرقم او الكود بتاع الصف ياما ينضم من خلال كيو ار كود. عموما الرقم الصف هيبقى او الكود بتاع الصف هيبقى زهر قدامنا على طول ما فيش مشكلة في اي وقت ممكن تنضمه. انا شوف التفاصيل الابعية. هنا ازبادة تنضمه. الخطوة ده الاولانية اللي انا بعملها خلاص انا سطبت وعرفت الادوات وعرفت كل شيء. الخطوة اللي بعملها بعد كده. المفروض ان اول ببشتغل على الكلاس بوينت في اول مرة. ابدأ ازبط حاجتين. ازبط ودول بزبطهم من مرة واحدة. اذا حبيت اغيرهم بعد كده بغيرهم. ان انا اقدر ازبط بابدأ ازبط قيمة الالوان بتاع الاقلام. الاقلام دي دي اللي انا هستخدمها في الكتابة. طب انا بستخدم يعني تلاتة الوان او اربع الوان شائعين باستمر هما دول اللي بستخدمهم. فانا اقدر اخصص الالام دي واخلي الوان هيا دي اللي سبت. انا اعجز الاقلم الاولين ده يبقى مسلا ان هو للون اه اسود. خلاص. باجي اضغط هنا. اهو. واختار اللون اللي انا عايزه. خلاص. سبت لون الالم ده بقى اسود. طب اعجز الاقلم التاني بقى هو مسلا الازرق. هو ازرق او طبيعة ومسلا خليه ازرق. انا باستخدم لون ازرق باستمره على المسل. طب اعجز لون التالت يبقى الاحمر. بحيث بقى السهلين في الاستخدامة. اروح للون الاولين اعرف ان ده اسكت على طول. ده تحول لأحمره. طب انا عايز ده يبقى اصفر. اهو. عايز ده مسلا يبقى لون هيغير على طول. عايز ده يبقى لون تاني. مسلا اغدر. انا عدلتهم ديوقتي خلص دول اصبحوا سابتين. وينفع عدلهم في اي وقت. يعني مش بعد ما اقفل الباور بوين انت هيتغيره. لا خلاص. طالما انا ما عدلتهمش هيفضلوا زي ما هم كده. يبقى انا كده عدلت قايمة الالوان بتاع الاقلام اللي انا باستخدمها. التعديل التاني اللي بعمله دي اللي هي الصبورة. لما جدعت على الصبورة. بيديني تلت صبورات ديفولت اللي هم الصبورة المسطرة. وصبورة بلاك بورد. وبيديني مفروض صبورة كمان اللي هي الصبورة البيضة اللي هي دي. المفروض كده ايه وهيت بورد. دول كده جاهزين وسابتين واعتبر المفروض سابتين عندي. في عندي تلت صبورات اقدر اخصصهم اخصصهم ازاي يعني لما اضغط على الثلاث مقات دول اعايز مثلا صبورة اه فيها صورة انا مثلا مدرس كيميائي باستخدم الجدوى للدوري كتير في الحصص بتاعتي فبدل ما كل مرة دور على صورة الجدوى للدوري لا انا ممكن احط صورة الجدوى للدوري احطها على الصبورة كل ما جافتها الصبورة اختار الجدوى للدوري يزرلي الجدوى للدوري مدرس راضيات مثلا باستخدم رسم بياني فانا اقدر احط محاور اشتغل عليها الحسب تخصص كل مادة فيه مثلا جدول معين باستخدمه فيه مادة معينة خلاص ابقى انا احطه صورة لجدول ده تعال نشوف مثلا بخصصها ازاي انا بضغط على طعم ممكن اخصص اي واحدة من الستة بس هما دول الاساسين اللي بيبقى ظهرين عندي المسطرة وسودة والصبورة البيضة ممكن حتى اللي فوق دوله ممكن اخصصه معادي طيب نخصص من دول اضغط على ثلاث نقاط وخيرا نختار صورة اختار مثلا الجدول الدوري اهو اهدي اصبع عندي دلوقتي فيه صبورة موجود وثابت عليها الجدول الدوري لما اجا استخدمها هتديني الجدول الدوري اخطط عليه واعمل عليه واشرع عليه كل اللي انا عايزه طيب فيه حاجة تانية ان انا اقدر انا مثلا بفرض ان انا عرض الشريحة دي مسألة مثلا انا مسألة كتبها للطلاب او تمرين كتبه للطلاب او قانون او اي حاجة بشرحها للطلاب وعايز الحاجة دي اتوضح للطلاب عليها حاجات معينة او شغلات معينة فانا ممكن اخد نفس الصورة اللي معروضة قدامي دي واخدها واعتبرها هي الصبورة يعني اجي كده للصبورات اهو اجي هنا كده اضغط على ثلاث نقاط باخد حاجة اسمها هو بياخد صورة من الشريحة اللي انا عارضها طبعا لازم اقف بقى على الشريحة اللي انا عايزها في الاول على الباوربوينت بقف على الشريحة اللي انا عايزها وبضغط على الثلاث نقاط واختار خلاص بيديني او بيخلي الشريحة دي اللي انا كنت عارضها هي صبورة عندي اقدر اكتب عليها وقدر اعمل عليها كل اللي انا عايز تمام اقدر صبورة تانية مثلا ارجعها تانية مثلا انا خليها صبورة سودة اهو عايزة رجعها خليها مسطرة بالشكل ده كده عايزة خليها بيضة يبقى هنا بخصص او بعمل عملية تعديل للصبرات خاصة انا عدلتهم بيفضلوا سابتين الين ان انا اغيرهم مرة تانية الادوات دي ما بعمش فيها حاجة طب الادوات دي عبارة عن ايه دي اللي يبقى ده جزء بتاع الكتابة الجزء ده الجزء بتاع الاسئلة الجزء الاولاني اللي هو او الايكونة الاولانية السؤال بتاع الاخترم المتعدد ازي ان انا اعمل سؤال اخترم المتعدد التفاعلي هنشرحه بالتفصيل كسؤال نعمل فعلا سؤال الجزء التاني اللي هي سحبة الكلمات احنا نعمل شوف بعض الصور تلاقي كده كلمة او كلمات متكررة في صورة واحدة بتعمل لي شكل معين عامل زي السحابة انا هنا ممكن اعمل نفس الطريقة ديت عندنا الاجابة القصيرة في عندي سلايد دراونج ان الطالب يرسم ممكن اطلب مطالب مثلا بعمل نشاط معين في الحصة او بدرس الطالب حاجة معينة وبخلي الطالب يرسم بايده الحاجة اللي انا قلت له عليه او الحاجة اللي انا دربته عليه او الحاجة اللي انا اعرضتها لي الطالب يرسمه ويبعتها لي بايده على الموبايل بتاعه وبتظهر عندي كل الحاجات اللي بعتها الطلاب عندي اميجة ابلود ان الطالب ممكن يرفع صورة من عنده يعني مثلا رياضيات خلنا نقول الحاجة الصعبة رياضيات ممكن انا اعرض للطلاب مسألة على الصبورة او على الشاشة هنا وكل طالب يحل المسألة ويصورها بالموبايل ويرفع المسألة كصورة في أي مادة دراسية. تمام؟ يبقى دي كده الأدوات الخاصة بإنشاء الأسئلة. طيب الجزء ده الخاص بطريقة عرض الأدوات. هنا تسبلي طول بار. لو أنا شفت لو أنا جيت عرضت كده عرض الشاشة بيظهر لشريط الأدوات اللي تحت ده. طيب الشريط ده ممكن أخفيه من مكانين. ممكن أخفيه من هنا. الايكون اللي عملة زلعين اللي تحت دي. اهي دي كده. أو ممكن أخفيه من داخل من الجوة من هنا لو أنا ضغبت على المربع الصغير ده وشيلت العلامة دي. شوف لما جاء أقف هنا على عرض الشريط مش هيظهر عند الشريط ده. طب عايزة رجعه مرة تانية هرجعه من هنا. أضغط عليه على الايكونة ديت. وابدأ أن أنا هيجيب لي عرض الشريط هيجيب لي شريط الأدوات اللي تحت. بقى ظهر عندي تحتهم. طب إيه اللي موجود عندي تاني? دي سبيلي كود أو كلاس كود. لو أنا وقف كده في عرض الشريط هتلاحظوا حضراتكم. إن ظهر عندي الكود بتاع الصف. طب أنا لسه أبادئ الحصة بتاعته ومش عايز الطالب ينشغل بأن هو يبدأ يدخل في الصف ويتشغل من الموبايل ويدخل ويلهى عني على الحصة. فأنا ممكن أخفي الكود ده مؤقتا. لغاية ما أحب أن الطلاب تدخل عليه. طب أخفيه من هنا. لما أجي أخفي تاني كده على العرض الشريح خلاص اختفى الكود. هو أصبح مش موجود. هو الفصل التفاعلي شغال بس أنا خافي الكود من أمام الطلاب. ممكن لما أجي أبدأ الجزء بقى التفاعلي بتاع الأسئلة مع الطلاب إن أنا أظهر الكود ده للطلاب عادي. طيب بعد كده إيه تاني موجود عندي؟ عندي موجود اللي هو هنا عندي اللي هو إن حركة الشريح. إن الطالبة نفسها تتحكم في الشريح نفسها. لو أنا عملت كده. كده. هتلاقي إن الطالب أنا كده شلتها. لو أنا كنت معلم عليه كان الطالبة عنده إمكانية أن هو يحرك السهمين دول ويحرك الإيه ويحرك الشريح. طبعاً يفضل إن أنا مكونش ينفع على في الحصة دراسية. إيه اللي موجود عندي تاني الأدوات؟ الجزء ده اللي هو إن شير بيدي إف يعني إيه؟ إن أنا ممكن بعد ما خلص الحصة بتاعتي والطالبة تدخل على الأسئلة والجاوب على الأسئلة وكمل الحصة بتاعتي تماماً أقدر إن أنا حول بتاعي بالأسئلة بإجابة الطالبة أحولها إلى ملف بيدي إف لما طرت عليها كده بياخد سانيتين بيتحول كل العرض بتاعي بكل التفاصيل اللي حصلت بالاستجابات بتاع الطلاب إلى بيدي إف أقدر أحفظه كسجلة عندي للحصة الدراسية تمام؟ يقدر الطالب أو بيجيب لي هنا بيجيب لي الكود ده ده بتاع الملف بتاع الحصة الطالب ممكن لو سحب الكو أر كود ده مدة الكو أر كود ده أربع ثواني إن الطالب عنده صلاحياً ويقدر يسحب الكو أر كود ده يصبح الطالب عنده ملف موجود يحتفظ به والمعلم كده كده عنده ملف يحتفظ به أو ممكن يضغط على الرابط ده يحمل الملف بيدي إف بتاع الحصة الدراسية بكل التفاصيل بتاعتها اللي احنا هنشوفها دلوقتي لما نجي نشتغل على الأسئلة ده بنسميه الوضع التنافسي إن يظهر لي مين أكتر طالب أو الطالب اللي جاب نتائج أكتر مين أسرع طالب مين الطالب اللي جاب على أكتر عدد أسئلة بالتوقيت بالاسم وكل شيء تمام؟ الدليل ده ممكن أن أحذف بقى كل النتائج اللي عملها الطلاب هللاحظ أن أنا فيها عندي لما أجدخل على الأسئلة هللاحظ أن فيها عندي إمكانية أن أنا أحفظي الإجابات بتاع الطلاب هنا ممكن أن أحذف الإجابات بتاع الطلاب لو أنا كنت أحفظها تعالي نشتغل ده جزء الأدوات اللي فوق تعالي نشوف جزء الأدوات اللي تحت زي ما قلنا جزء الأدوات اللي تحت ده ما بيشتغلش إلا و أنا مفعل أو أنا وضع عرض الشرايح طيب نأخذ من يمين كده أول آيكونة دي اللي إيه لو أنا عايز أوقف عرض الشرايح زي اللي موجودة في الباور بوينت العادية طيب أرجع تاني الوضع عرض الشرايح ديه زي ما قلنا بتخفي شريط الأدوات اللي تحت ده أو بتظهره السهمين دول برضو موجودين في الباور بوينت إنوا بيحركوا الشرايح من وشمال دول عاديين جدا طيب الكاس ده اللي هو بنسميه وضع المنافسة ده بيستخدم لما آجي بكون عامل أسئلة اختيار من متعدد ولما يجي أصمم السؤال باختار آيكونة اسمها وابع المنافسة عشان في الآخر يجيب لي تقرير مين أسرع طالب حل ومين أكتر طالب حل عدد من الأسئلة تمام ده بنسميه وابع المنافسة اللي هو الآيكونة العاملة زي الكاس اللي تحت دي طيب الآيكونة اللي تحتها دي لو شور المرأة نتدع عليها فضلي بس كانت صورة متخرة الظاهرة عندنا بس صورة اللي هو أولا في شريحة أولا أنا شعرت حاجة أنا بشرح شريحة الأدوات اللي تحت اي تمام في فضلي الشريحة فانا وصلت عندي إلى آيكونة اللي تحت شوفوا حضراتكم لما أضغط على آيكونة دي هتجيب لي ايه طيب دول كم واحد واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اللي هم عدد المنضمين للصف ده طيب دي بتفيدني في ايه لو أنا عايز أختار اسم عشوائي من الصف وأسأله سؤال هو هنا بيجيب لي الأسماء متغطية بالشكل ده طيب لما أضغط على هنا يجيب لي ايه معناها انه انا كده اخترت الأستاذة غالية يبقى السؤال الدور دلوقتي على الأستاذة غالية طيبا لو أنا ضغطت هنا يبقى الأستاذ محمد هو اللي هيتسئل طيب لو ضغطت هنا طبعا بيجيب لي طبعا هو الصف بياخد خمسة وعشرين طالب في النسخة التجربية أو النسخة المجانية الصف بيستوعب من خمسة وعشرين لتلاتين طالب تمام لو الطلبة كلهم دخلين بلاقي اللي عندي هنا لو مثلا خمسة وعشرين طالب دخلين بلاقي خمسة وعشرين مربع موجود بالشكل ده هنا على عدد عدد الطلاب طبعا أنا عايز أختار اسم عشوائي أنا بيكون الاسم يمتغطي بالشكل ده أنا معرفش ده مين ومعرفش ده مين خلاص مجرد أنا بضغط كده خلاص هو اللي بيحدد لي الأستاذ بادري مثلا خلاص أسأله السؤال اللي أنا عايز أسأله ده احنا بنسميه وابع لإيه لنا اختيار عشوائي دوت اللي هو بالديني لو أنا عايز عندي أعمل مثلا استطلاع أسأل حضراتك سؤال أو أسأل الطلبة سؤال شافوي أو حتى يكون مكتوب على الشريحة وإجابة السؤال ده مثلا يا صح أو خطأ أو نعم أو لا خلاص الطلبة المفروضي السؤال لما بضغط على الأيكونة اللي تحت ديت السؤال بيظهر عند الطالب بيظهر عند الطالب أن الطالب يختار يا نعم يا لأ يا صح أو خطأ خلاص الاستجابات بتاع الطالب 와 بتظهر عندي هنا بكده أنا لأ مجأة بس أنا أختار نوع السؤال أهو تمام السؤال شكله كده ويبدأ يظهر عند الطالب شكل السؤال إن الطالب يختار من الاختبارات بت Recovery صح أو خطأ أو نعم أو لا طبع ما بيظهرش عند المعلم هنا في جزء بيظهر عند الطالب بيظهرش عند المعلم اللي هو شكل السؤال هنا بتبدأ ما فورو كده الطالب المفروض أنه بيتجاء وبتظهر الاستجابات بتاع للطلاب بتظهر الاستجابات عندي يعني طيب نيجي بعد كده الجنس دوت اللي هو الصبورة العادية ان انا اقدر بقى اختار من الصبورات دي بفرض مثلا عايز الجدول الدوري اللي انا كنت مجهزه من قبل كده اقدر استخدم الجدول ده عادي بقى بالاقلام اللي تحت دي ان انا اقدر مثلا اشير مثلا لصف معين او لعمود معين اقدر اكتب اقدر احدد حاجة معينة احط اسهم عندي حسب الصورة اللي انا مستخدمها او اللي انا كنت محددها في الصبورة بالمناسبة الجزء اللي تحت ده اللي هو مجموعة الاقلام اللي هي موجودة فوق دي مجموعة الاقلام اقدر استخدم منها زي ما انا عايز وحسب اللي انا مستخدمه اقدر استخدم المفصفوري اللي هو المظهر ازلل على الحاجة معينة اقدر استخدم المحاية الحاجات دي شبيهة باللي موجودة في الادوات بتاع الباور بوينت عندي اللي هو الليزر انا ازشير على الجزء اللي تحت الجزء الخاص بالأقلام ده فيه جزء شبيه منه في الباور بوينت طيب آخر جزء ايه عندي هنا في شريط الأدوات اللي تحت ان انا عندي اللي هو الايكونة اللي تحت دي دي بتظهر تفاصيل الصف بتظهر لي ايه بتظهر لي اول حاجة ال QR كود بتاع الصف ده وطبعا كل ما اعمل صف جديد بيتغير ال QR كود وبيتغير الرقم الرقم بتاع الصف ده الكود بتاع الصف وده ال QR كود لو انا ال QR كود مسلا خلاص ادخلوا الطلبة وعايز اخرجهم من الصف اعمل نيو كلاس كود وما اظهرش الكود للطلاب ايه انا كده بطلع واخرج الطلاب من الصف هنا بيبقى ظهر عندي اسماء الطلاب لغا ده ده انه منضم خمسة الدخول بسهولة يا اما من خلال الرقم الكود ده على الموبايل يا اما بال QR كود ويفضل ان يدخل اكبر عدد من حضراتكو على اساس ان يبقى فيه استجابات من حضراتكو لما نيجي نجاوب على الاسئلة ده كده بالنسبة لشرح جميع الادوات اللي موجودة في الكلاس ايه في الكلاس بويت نيجي للجزئة الاهم ازاي ان انا اعمل اسئلة تفاعلية وازاي ان انا احول الاسئلة العادية الى اسئلة تفاعلية في عندي نقطة مهمة او عندي بعض الملاحظات اول ملاحظة ان عدد الطلاب في الصف في النسخة المجانية ما يزيدش عن تلاتين بيبقى من خمسة وعشين لتلاتين اتاني حاجة ان عدد اسئلة كل نوع من في النسخة المجانية خمس اسئلة وهنشوف هنتغلب على الجزئية دي ازاي يعني مثلا الاختار من المتعدد خمس اسئلة بس ما دارش اعمل اكتر من كده الاكمل فراغ خمسة صحابة الكلمات خمسة كل سؤال اللي لازم يتعمل في صفحة مستقلة يعني ما اعملش سؤالين في شريحة واحدة لا اعمل كل سؤال مثلا عندي سؤال واحد اختار من المتعدد اعمله في شريحة الواحدة عايز اعمل سؤال تاني اعمله في شريحة تانية مستقلة حاجة الاهم خصوصا في اسئلة الاختار من المتعدد لما اجا اعمل سؤال واحط الخيارات لازم احدد جنب كل خيار حرف اي بي سي دي لانه بيظهر للطالب لما السؤال بيظهر للطالب بيظهر على شكل اختيارات ان الطالب يختار ال اي ولا ال بي ولا السي ولا ال دي تمام طيب كده ده بالنسبة للملاحظات وشارح الادوات تعاني اشوف ازاي بقى اعمل اسئلة مبدايا الاسهل علي ان انا اكون مجهزة عندي الاسئلة مجهزة على الباوربوينت طيب هاعمل السؤال ازاي او اسمم السؤال ازاي بكتب السؤال عادي جدا رأس السؤال وبحط رأس ده اللي هو اختار اجابة صحيحة نوع السؤال وبحط رأس السؤال وبحط هنا بحط هنا الخيارات تمام طيب انا عايز اخلي بفرض ان هنا مفيش سؤال عايز اخلي ده هعزب ده كده عايز اخلي ده سؤال اختار ممتعدد بعمل ايه الشريحة فاضية خلص عندي بس انا مش فاضية ان الشريحة مش محدد فيها اسئلة او لسه انا عملتش فيها السؤال بس انا كاتب السؤال سؤال اختيار ممتعدد ااجي فوق هنا كده الافروض بدء اظهر الشريحة عندي ااجي عند انا عايز سؤال اختار ممتعدد اضغط على نوع السؤال من فوق من هنا هو هنا بيقول لي خلي بالك ان ما بيظهرش للطالب اكتر من خمس اسئلة بس في النسخة المجانية او لو ماشي اوكي فينش مشكلة طبعا عامل اكتر من خمس تظهر لي القائمة ديت اول حاجة ان انا ممكن اختار السؤال من هنا دي قائمة الاسئلة فرض ان اخترت حتى نوع غلط من فوق وعايز اختار نوع تاني عادي ممكن اختار اغير من هنا من القائمة دي عندي هنا ادي انواع الاسئلة لما ضغط كده يجيب لي انواع الاسئلة طيب عندي بعد كده خلاص اخترت الملتبال شويس اختار المتعدد طيب عندي هنا دي عدد الخيارات انت حضرتك السؤال بتاعت عامله كام خيار اختيارين بس اربع خيارات خمس خيارات ست خيارات زي ما انت عايز على حسب السؤال تمام انا هنا مختاره اربع عشان عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربع يبقى هنا مختار اربع خيارات طيب الحاجة التانية لاحظوا بقى ان حضرتكم فيه حاجات بتبقى السبتة فيه هتلاقي فيه بعض الاوامر سبتة في جميع الاسئلة وبتقوم بنفس الوظيفة يعني ايه اول خيار هنا قلاو طبعا عدد الاسئلة ده مش موجود غير في الاختار من متعدد عدد الفقرات طب قلاو هنا لو انا عايز ان الطالب يختار اكتر من خيار تاني يعني السؤال ممكن اخليه اختار من متعدد سؤال اختيار واحد ان الطالب يختار حاجة واحدة اجابة واحدة هي اللي صحيحة ما اختارش دي لو الطالب هيختار فيه اجابة واحدة هي اللي صحيحة طب انا عايز السؤال مثلا طالب جميع ما يالي مثلا من مكونات الخليل الحيوانية يبقى فيه اكتر من اجابة صح يبقى انا في الحالة دي لما يكون الطالب هيختار اكتر من اجابة اعلم على دي كرارها المرة التانية العلماء الاولين دي في الاختار من متعدد دي موجودة في الاختار من متعدد بس اذا كان السؤال عبارة عن ان الطالب يختار اجابة صحيحة واحدة ما اعلمش على المربع ده انما لو السؤال من نوع اللي فيه اكتر من اجابة يبقى اعلم على دي تمام طيب خلالنا اخد لو السؤال فيه اجابة واحدة خلاص ما علمتش على دي اجعل تحتية هاز ان انا بحدد هنا بقول له او بحدد له مين الاجابة الصحيحة يبقى المفروض احدد على كام اجابة صحيحة هنا طالب ما معلمتش على الاولانية احدد على اجابة واحدة بس وليكن بي انا باخد طبعا باخد اي اجابة عشو اي كده تمام شوف هتظهر عندي ازاي انا كده بيقول له بقول له خلي بالك ان انا عندي هنا ما اخترتش دي يبقى عندك اربع خياراتهم اللي اربع خيارات الطالب هي اختار اختيار واحد بس هو اللي صحيح والخيار الصحيح هو بي طيب لو انا كنت معلم على الفوق يبقى لازم اختار كل الفقرات الصحيحة بالشكل ده كده يبقى ال اي صح اذا الطالب اختارها صح ال B صح ال C صح تمام لو اختار واحد بس اللي صح خلص يبقى انا عندي باختار اجابة واحدة بس هي لاي هي لا صحيح طيب السؤال الجزء اللي تحت ده الكمبيتشان مود ان هنا السؤال تنافسي ولاحظوا حاجة شوف لما اضغط على الكمبيتشان مود بتظهر عندي الايكونة الصفرة دي معناه ان ممكن بعد الطالب اما اتخلص الايجابة واضغط على الليدر بورد دي او الكمبيتشان مود اللي موجودة في شريط الادوات تحت يجيب لي مين اسرع طالب او مين اللي حلت اكتر عدد من الاسئلة لو اخترت الكمبيتشان مود ده لو الواجهة التنافسية تمام ده الجزء بتاع الادوات اللي فوق الجزء الادوات اللي تحت بليه option ده يعتبر ثابت في كل الاسئلة طيب اول فقرة ايه start question with slide معناه ان السؤال هيظهر automatic في عرض الشرايح يعني ايه يعني السؤال مش هيستنى ان انا لازر السؤال للطلاب ويفضل ما اتغطش عليه ليه عشان قدي لنفسي فرصة ان انا اقلب الشريحة اقلب على الشريحة بتاع السؤال ونبه الطلبة ان في سؤال هيظهر قدامهم يجيب الطالب يستعد ويمسك موبايله ويبقى جاهز وابدأ ان انا عرض لهم السؤال ليه لان السؤال بدأ يعد عليهم وقت لو انا كنت ضغط على دي مجرد ضغط على على اي مفتاح عندي او لنقل الشرايح مجرد الشريحة تنقلت هيظهر السؤال automatic فيفضل ان انا معلمش على دي في اي سؤال من الاسئلة عشان يدي مجال للمعلم ان هو يتحكم امتى السؤال هيظهر للطلبة لما يبقى الطلبة مستعدين خلاص يظهر لهم ليه يظهر لهم السؤال انا مش هعلم على دي من نمائز result ان هو هنا بيخفي النتائج بعد الطلبة متخلص بعد ما يبدأ السؤال ماشي هنا اه 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 هنا بقى بيديني التوقيت ان انا احدد توقيت السؤال يعني السؤال ده الاجابات او مسموح للطالب يعود يجواب على السؤال ده وقت قد ايه مثلا هو default بتاعه واحد منت انا اقدر اغير في دي اقدر ازود فيه ااخد ان انا خليها 15 ثانية بس 20 ثانية دقيقتين 3 دقائق على حسب طبيعة السؤال يعني فيه سؤال مثلا بياخد وقت رسمي مثلا او حل مسألة فانا اقدر ان انا ازود التوقيت بتاعه لو سؤال سريع زي الاختار المتعدد مثلا ممكن اخليه مثلا دقيق او اخليه او اخليه 30 ثانية وحتى ممكن بعد ما اختار التوقيت من هنا البرنامج بيديني سماحيا ان انا ازود 15 ثانية للطالب عن الوقت الاصلي اللي انا كنت ايه كنت محدده يبقى ان هنا بحدد الوقت بتاع السؤال ده مسموح للطالب يجاو في وقت قد ايه طيب انا حضركوا طب السؤال ده هيظر بقى للطالب ازاي لما اجي انا هنا هاعرض الشرايح اوه اعرض الشرايح اللي هو عرض الشرايح اول حاجة عاملة ان انا هاضر السؤال كده عادي جدا لغاية دلوقتي السؤال ما بقاش ناشط لدى الطلاب الطالب ممكن يبقى شايف السؤال بس بس السؤال ما بقاش ناشط الجزء ان الطالب يختار اجابات طيب الاساتزة لحضركوا اللي هما السبعة اللي غاية دلوقتي السبعة بس اللي داخلين بالنسبة للفصل السبعة اللي داخلين ممكن حضرككم تجاوبوا لسا السؤال ما زرش عندنا حضرككم انا هاضرت كده هشغل السؤال معنا حضرككم هيظهر عندكم السؤال طبعا هو هنا خفى الشاشة بتاع الاستجابات بتاع الطلاب الطالبة بيجاوب ازاي جابلي بس الطايمر وفي طريقة ان انا اظهر الشاشة يبقى يظهر قدامي مين بيجاو نستغل ازاي حضرككم لو تجاوبوا خلينا اظهر الشاشة ادي الشاشة ايه عايز اشوف دلوقتي مين اللي بيجاوب وما فيه سبع موجودين في الصفة لغاية دلوقتي لسا محدش منهم جاوب نسا ازاي حضرككم بس لو تجاوبوا اي حد من حضرككم عشان نبين نوضح للناس اللي اجاباتها تظهر ازاي لو انا عايز اشوف اجابت اي حد اطبس دي كده اخرج من دي طبعا هنا ميد ديني الشاشة دي فيها ايه بقى فيها اول طبعا الوقت خلص اشوف هنا مين اللي جاوب هنا بيجيب لي بيزر الاجابة الصحيحة اللي انا كنت حدطها تمام طبعا ما فيش حد من حضرككم جاوب ولو انا كنت عامل وضع التنفسي كان كده اضغط طبعا ما في حدش جاوب فما يجاب ليش مين اسرع واحد جاوب او اسرع واحد حل تمام يبقى مرة تانية انا بضغط كده عايز السؤال بشغل السؤال مرة تانية اهو الساعة حضرككم الحد من التسعة اللي معانا يجاوب كده المفروض اللي استجابت بتاع الناس شغالة لو انا عايز بشغل موسيقى للطلاب صوت يعني لو انا عايز اخفي الاجابات بتاع الطلاب لو مثلا قصنا في سؤال اكمل فراغ ان الطلبة ما تاخدش من الاجابات بتاع زميلها اخفي الاجابات بتاع الطلاب عايز ازرع بزرع كده ده التوقيت هون انا اخد كنت اخد واحد ثانية او واحد دقيقة وانا ممكن لو انا عايز ازود خمستاشر ثانية ازود من هنا عايز اشوف من اللي بيجاوب زي ما قلنا بقى اشوف طبعا ما حدش جاوب من حضرككم لغا دلوقتي حضركوا جاوب بس اختاروا يا اي يا بيا سي اي اجابة على السؤال حتى لو غلط طبعا ما خلص التوقيت طبعا ما فيش ولا واحد جاوب بيباني زي ما ما فيش حد يجاوب هنا صفر او لو في حد يجاوب هيبدأ ان هو يظهر لي عدد اللي يجاوبوا هنا مرة تانية عايز اشوف الاجابة الصحيحة طبعا عندي الاجابات اهو المفروض بقى كل واحد لو حد كان جاوب سي كان هيظهر لي هنا لو حد كان جاوب دي هيظهر لي هنا عايز اشوفي الاجابة الصحيحة الفعلية اضغط على دي بيظهر لي الاجابة الصحيحة لو اضغط على ليدر بورد كان بيجيب لي مين أسرع واحد في الناس؟ طبعا لأسف حضراتكم ما بيقع شوال لحد يجاوب. ده بالنسبة للسؤال اختيار ممتعدد. طيب نيجي للنوع التاني. طبعا كنت عامل اكتر من سؤال اختيار ممتعدد انا هاحزف ده. اجي بقى الموضوع طب لو تبتقولي ان خمس اسئلة بس من كل نوع. طبعا انا عامل اسئلة كتير. عشان تتغلب على مشكلة تعدد الاسئلة في النسخة المجانية حضرتك لما تيجي تشتغل على نسخة على باوربوينت وتعمل عليها اسئلة تفاعلية بالشكل ده. حضرتك خد كوبي من الباوربوينت الاساسي اللي عنده حضرتك وشتغل عليه. بحيث انا عملت السؤال ده وخلصت منه. ممكن احزفه. وادخل على عشان يديني مجال ان انا اضيف سؤال تاني جديد. تمام? يبقى انا اقدر يبقى عندي مكان انه خلاص عملت. يبقى الخمس اسئلة متاحين عندي دلوقتي. السؤال ده معمول اخترم متعدد. ده معمول اخترم متعدد. وده معمول اخترم متعدد. عادي. بالسؤال انا خلصت منه مع الطلبة ممكن احزفه. وبقول خد نسخة على اساس يبقى الاصل عندك. لما انت مخسرتش الشريحة اللي حضرتك حزفته. انا احزف ده. عشان يديني مجال تاني ان انا اعمل اسئلة تاني. طيب يبقى ده النوع الاولاني اللي هو كان اختيار متعدد. تعنيجي للنوع التاني. النوع التاني اللي هو سحابة الكلمات. سؤال سحابة الكلمات. امتى باستخدمه? هنا باستخدمه لما بيسأل على يعني بتبقى الاجابة حاجة محددة. يعني كلمة واحدة. تمام? انا مسلا بقول له سؤال هنا ما افضل هي افضل اختراعات? ما او ما هي افضل? تلات اختراعات في القرن الواحد وعشرين. تمام? هنا متاح للطالب انا اقل له هنا كام اختراع? مسلا تلات اختراعات. يبقى الطالب الواحد هيكتب تلات كلمات على مزاجه. زي ما يختار. وطالب تاني هيكتب تلات كلمات. ممكن يكونوا متشابين او مختلفين. وطالب رابع هيكتب تلات كلمات. الكلام ده كله بيعملي شكل سحابة كلمات من اجابات الطلاب واجبوا سحابة كلمات ملونة. وممكن نناقش فيها بعد كده الطلبة ونبدأ ان احنا نشوف من الاجابة الصحة. طيب انا احذف السؤال ده. انا كنت اعمل سؤال احذفه. واعمل سؤال جديد. قد الشراحة الفاضية اللي عندي اهي. شكل الشريحة. مجرد فيها بس السؤال ان اقدروا كتابه. انضيف بقى السؤال عليه. طبعا اضافت السؤال ما بيبقاش في وضع العرض الشريح. يlonسينا السؤال بيبقى في الوضع العادي. اجي الشراحة الفاضية. اجي هنا انا عايز اختار سؤال اللي هو اسحبت الكلمات. اضغط على دية. برضو بها يقول لي خلي بالك ان الطالب حتى لو انت عملت اسئلة كتير. الطالب مش هيظهر له غير خمس اسئلة بس. في النسخة المجانية. اقول له انا عارف. ماشي. اضغط دي. اضغط هنا السؤال. اختر السؤال من هنا. اما اختره من هنا اما اختره من هنا. اهو. اهو الورد كلاود. خلص ماشي شكرا. اوكي. ماشي. ماشي. طيب. اجي هنا. ادي التفاصيل بتاع السؤال دوت. هنا بيقول لي. ده نوع السؤال اهو. يعني الطالب مسموح له ان هو يجاوب على السؤال ده كام مرة. لو انا عايز عندي عدد الطلب وقليل. وعايز يسحبت الكلمات دي امليانة اه كلمات كتيرة واستجابات كتيرة من الطلب عادي. ممكن اخلي الطالب الواحد يستجي يعمل اكتر من استجابة. مرة مرتين تلاتة فيش مشكلة. خليل مسلا الطالب هيعمل مرتين. دي عدد الاستجابات بتاع الطالب. طيب انت طالب منه كم كلمة بتحددها هنا. تلات كلمات. ماشي? طيب اللي قلنا الجزء ده ثابت في كل الاسئلة. طبعا اللي هو مش هاختر الاولانية. ليه? عشان السؤال ما يزهرش اوتوماتيك. يبقى انا اتحكم امتى السؤال يزهر. هنا ان انا بخفي الشاشة بتاع النتائج. لو انا احب بظهرها بظهرها من جوة السؤال. هنا بازر شاشة النتائج ما تبقى الزهرة قدام الطلبة. ماشي? وهنا التوقيت. طب السؤال ده هيقفل بعد كم دقيقة? طيب. طعا هشغل السؤال ده. مرضه عشان اشغل السؤال هياجي في عرض الشرائح. بالشكل ده كده. وازهر بس لايه الشريحة? الموجود السؤال اللي موجود في الشريحة. سواني بس باوربوينت. افعل. سواني بس على ما يفتح الباوربوينت مرة تانية. نوع السؤال ده بيدي للطلبة يعني نقول النشاط بالنسبة للطالب انه هيفكر في السؤال اللي بقعته المعلم. وكمان حتى شكل النتيجة النهائية تجميع الكلمات اللي بتظهر قدام الطلاب. وشكل اللوحة النهائية برضو بيبقى فيها نوع من النوع الغير مألوف بالنسبة للطلاب. سواني بس باوربوينت بيفتح. ممكن استخدمها مثلا في اللغة العربية باسأل عن اعظم شعراء الجاهلية مثلا. ممكن اسأل مثلا في التربية الدينية مين العشر مبشرون بالجنة. ممكن اسأل مثلا في اللغة العربية في الرياضيات مثلا اللي علماء الرياضيات. طيب احنا وصلنا الهنا. معلش هعمل السؤال مرة تانية. ماشي. هعمل السؤال مرة تانية. هدغط على الورد كلاود. واخترنا السؤال هو وورد كلاود. وان عدد الاستجابات هنا مثلا وانا هنختار ان هي اتنين. هو اوتوماتيك بيجيبها واحد خليها ان اتنين. ان الطالب هيعمل الاستجابتين. بنيجي هنا ستارت اكويتشن سلايد. قلنا دي لأ. هنا اخفاء لوحة الاستجابات بتاع الطلاب عشان ما تظهرش قدام بعضهم بحيث ان كل الطالب يحط استجابة من عنده. كده احنا خلصنا. ده التوقيت. ابدأ ان انا احفظ واعرض السؤال. باظر كده السؤال هو مكتوب. ما هي افضل ثلاث اختراعات مسافة كانوا واحد. لغاية دلوقتي السؤال ما اظهرش عند الطلاب. تمام? هعمل الورد كلاود. كده معنى ان انا بافتح السؤال بسمح للطالب يجاو. اتفضلوا حضراتكم اللي عايز يشارك معنا. ممكن حضراتكم اكتب اي ثلاث كلمات مع الافضل اختراعات في القرن الواحد والعشرين. في ناس كاتبت ايه? كمبيوتر. ايه عايز التفاعل كده? شوف مين? الشهاول الشهاول الشغال وفيه مستس بشوي. مستس بدر. كده بيظهر لي بقى مين اللي بيجاوب دلوقتي. يعني خمسة اللي شغالين. دي ايه اللي استجابات? اكتبوا لو فيه امكانية اجاوب مرة تانية. طبعا دي بتعمل بقى سحابة من الكلمات ملونة بالشكل ده. بتبقى شكلها جميل جدا. واقدر اناقش الطلبة فيها بعد ما طلبت خلص الاستجابات بتاعتهم. لو انا عايز اخفي الاستجابات بتاعة الطلبة اضرخ فيها من هنا. يبقى كل طلب بيكتب بيمزاجه عشان بفيش طالب يبص على اللي كتبه زميله ويكتب وقال ليده ويكتب زيه. عايز ازهرها مرة تانية. اهي? تمام? طبعا كل ما زاد عدد الطلبة بيزيد السحابة ديت في عدد الكلمات وتدخل ما بين الكلمات. بيزيد عدد الالوان. تمام? وبرضو على حسب عدد الاستجابات اللي انا مختارها. انا الطالب عنده امكانية ان هو يختار كم مرة. ماشي? طبعا مدام بديته كده تشاركه. يا ريت ارجع تاني للسؤال. كده احنا الوقت لسه الوقت يعتبر كده الوقت لسه مخلص فيه. لو انا عايز انهي. حاسيت ان خلاص ان كل الطلبة جاوبه. وعايز انهي في اي وقت خلاص بانيه من هنا. خلاص. ماشي? طيب الحاجة المهمة كمان. لو انا عايز ان انا احفظ النتائج بتاع الطلاب دي. في حاجتين. في insert result as slide. يعني ان اللي كتبوا الطلاب ده احفظه كشريحة ضمن العرض. بحيث ان انا اقدر اناقش الطلاب فيها. ماشي? في نفس الوقت كمان اقدر احفظ النتائج دي بتاع الطلاب. اصبح كده عندي فيه شريحة ايه? دي الاستجابات بتاع حضراتكم. اقدر اتكلم فيها. ويبقى موجودة في الملف في الباوربوينت. وبتبقى موجودة في الملف في البي دي اف اللي انا بحفظه كملف نهائي عندي للحصة. طيب. هستغزن حضراتكم بس ان نرجع للسؤال بتاع الاختار المتعدد لاني هم حدش جاوب فيه. فاتجاوبوا عليه عشان نشوف بس الاستجابات بتبقى عاملة ازاي? انا هارد كده اقدم حضراتكم السؤال الاختار المتعدد. جاوبوا اي اجابة? ده سؤال كيميا يعني حضراتكم مش متخصين في الكيميا. جاوبوا اي اجابة? التوقيت كده شغال. انا كده الاستجابات انا خافي الاستجابات. عايز عرضها كده كده بدت ناس تجاوبة هو. طيب مين اللي بيجاوب فعليا. طيب الاساتزة اللي بيجاوبه فعليا هو فيه ثلاثة ليسه شغالين. بيجاوبوا. ممكن اخفي ديه على اساس ان ما فيش طالب لما يلاقي يقلي. طيب يمكن ديه ولا غلط? فانا ممكن اخفي ديه قدام الطلبة. ما عرضش ان الطلبة بيجاوب ازاي? اعرضها بس في نهاية بعد انتهاء التوقيت وبعد ما يقفل السؤال. كده لسه التوقيت شغاله هو. لو انا حسيت ان الطلبة ومش كل لهم ما جاوبوش لسه فيه مجال للطلبة تاني يجاوب. ممكن ازود لهم 15 ثانية. على التوقيت الاصلي. يبقى في ما ان انا بتيح وقت يزيادة للطلاب. وممكن بعد ما يخلص اشوف حتى اللهم بيتغير بأحمر. بينبه الطالب ان الوقت خلاص. طب عايز ازود 15 ثانية. ازود 15 ثانية كمان على التوقيت. ممكن ازود 15 ثانية تاني. على التوقيت. شوف كل ما ازود 15 ثانية من هنا بيزيد التوقيت. بحيث ان انا مقفلش السؤال ولسه في مجال ان انا عندي الطلبة الجاو. طب عايزين نشوف بقى الاستجابات بتاع الطلبة اهم. طيب. تعال نشوف. هل في حد بيجاوب لسه? المفروض فيه ثلاثة ما جاوبوش. ماشي. طيب. تعال نشوف الوضع التنفسي من اقتر اصر او الجاو. طيب. اشوف الاجابة الصحيحة. مثلا. تمام? عايز برضو ان انا اسيف الاجابة دي بتاع الطلبة. ضمن الشرايح. اعملها كشريحة جوه الباوربوينت. عايز اسيف النتيجة. معانيا ان بتتحفظ عندي على الباوربوينت اقدر اراجعها في وقت تاني. كنتيجة. تمام? طيب. خلصنا كده. السؤال بتاعي على اخترار المتعدد. شف ورا السؤالة هو. ورا السؤال. شوف الله وهاسم في بقى حاجة. السؤال اللي اتجاوب بقى اغضر. اللي فعلا الطلبة جاوبوا عليه. والسؤال اللي انا حفظت نتائجه كشريحة اتحافظ ورا السؤال على طول مباشرة. يبقى لما يظهر ملف الباوربوينت يبقى دي السؤال وادي لايه؟ وادي نتائج بتاع الطلبة وراه على طول. نفس الشيء بالنسبة للسؤال اللي هو اللي اصحبك الكلمات. ادي السؤال بقى اخضر معنى ان يجي الطلب اجاوبوا عليه ودي الاستجابات بتاع الطلاب انا حافظها عندي ايه اتحافظ دوماتك شريحة ورا الايه ورا السؤال طيب نيجل السؤال اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده النوع التالت اللي هو سؤال اكمل الفراغ. انا برضو هاحزف دي كده. ماشي. المفروض ان انا عندي السؤال مكتوب عادي على الشريحة عادي جدا بالشكل ده وجاهز. ابدأ ان انا اختار شرط انصر. او لو اخترت غلط ممكن اجي من هنا من القيمة. واختار. تمام? طبعا هنا هد بارتسبيت name when viewing. دي مهمة جدا ودي موجودة في السؤال اللي اكمل الفراغ. ليه? انا مفروض ان انا استخدمها. عشان محركش ان طالب يبقى طالب مثلا كتب اجابة خطأ. او اجابة مسليمة. وممكن الطلبة يعني يعلقوا عليه. فيفضل ان انا في الاكمل الفراغ ان انا اعمل هد بحيس ان ما يزهرش مين اللي بيكتب الاجابة دي. لان المفروض ان الاجابة بيزهر الاجابة ومن اللي كاتبها تحتية. وهوري حضراتكم مرة. وانا ظاهرة ومرة وانا مش ظاهرة. اتفاقنا الجزء اللي تحت دا دايما مش اختاري ليه دي مش اختاري. دي معناها ايه زي ما اقولنا ان عشان ما خليش السؤال يظهر اوتوماتيك. لأ اتحكم انا امتى يظهر السؤال. هنا اخفاء النتائج. لو انا عايزة افتحها بعد كده بافتحها من جوة. هنا بحديد دلوقتي زي ما قلنا التوقيت اللي هو واحد منت خلاص. وهبدأ ان انا اشوف السؤال. خلينا نشوف. اه الصورة عندك واقفة على كوليكتينج ريسبانس. طيب اللاحظة واحدة. طيب اشارك الشاشة. اشارك. كده السؤال لك متراغ. اشارك الشاشة لان اواقفة عندك الحين على كوليكتينج ما زالت على كوليكتينج ريسبانس. طيب تمام اشاركي الشاشة تاني حاضرة. كده زالت عندك حاضركة زجازة? لا 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 الان احنا واقفين على شاشة اللي هو شاشة الاجتماع نفسها. المفهوض ان كده شاركت ادي الوربوينت. طيب سمينة. طيب احنا معك خد راحتك. كده المفهوض ظهرت? لا استه احمد على صورتك واقفة ترى الا لا. كده المفهوض ان انا مشارك الشاشة. طيب خليني اشارك اه البوربوينت بس. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. كده لسه لا استاذ أحمد إلى الآن طيب أنا هاخرب بس من الاجتماع وارقع ثاني ثانية واحد تمام أفضل متدربين بس على ما يطلع استاذ أحمد إن شاء الله دقائق ويرجع مرة ثانية أساسي مشاركة الشاشة فيها عندها السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده ظاهر عندنا الحين اللي هي سلايد سؤالك من الفرق short answer آه تمام كده تمام توكل على الأستاذ كده حضراتكم السؤال خلاص إحنا لو برضو أعدي السؤال مرة تانية ممكن ما كانش ظاهر قدام حضراتكم أنا مفروض عندي الشريحة مكتوب فيها السؤال جاهز من دار السادة كنتم جاهزوا قبل كده يعني هيشتغلوا على اللي موجود عندكم المكان ما كنتم شاهدون تعملوا حاجة عايزين تعملوا حاجة يعني إضافية جديدة تمام هادي السؤال مكتوب جاهز وأكد إن لازم كل سؤال في شريحة مستقلة أي نوع من أنواع الأسئلة كل سؤال في شريحة مستقلة هاختر نوع السؤال يا إما من القائمة اللي فوق اللي هو شرطة answer أو إن أنا أخطر أخطار من القائمة اللي موجودة عندي هنا طيب اخترت السؤال خلاص زي ما اتفقنا هنا تعال نجرب زي ما قلنا أول آيكونة ديت اللي هي head participate نيم إن أنا عشان إن أنا أخفي اسم الطالب اللي بيجاوه عشان يعني ما بقاش فيه تعليق ممكن لو الطالب كتب إجابة مش مظبوطة ما حدش علق عليه أو إحراج للطالب خلنا خليها مفتوحة دلوقتي ونشوف شكلها وبقاء أخفيها مرة هنا إن فيش مشكلة هنا الجزء اللي تحت قلنا اللي هو إن أنا ما خليش السؤال يظهر automatic خليها ما أعلمش عليها عشان هتحكم أنا في توقيت ظهور السؤال هنا بخفي الاستجابات ما تظهرش قدام الطالبة ممكن هتحكم فيها برضو من جوة حتى والسؤال شغل إن ما فيش مشكلة ده التوقيت طيب تعالي نشتغل دلوقتي على نعرض السؤال بتاع الأكمل فراغ حضرتكم تشتغله معنا الغد دلوقتي السؤال كده بس اللي ظهر الشريحة العادية خليها نضغط على السؤال نشغل السؤال كده المفروض السؤال يظهر قدام حضرتكم في شهاوي كتب التميق تمام شوف هنا بقى كده ظهر اسم اللي بيكتب الإجابة لما أنا ما كنتش معلم عليها في حد طبعا ده مش سؤال اختار المتعدد ده سؤال أكمل فراغ ماشي أي إجابة طبعا ده كيميا مش كل حضرتكم متخصين كيميا الغد دلوقتي اتنين اللي جاوبوا تمام كتبوا أي إجابات مختلفة بحيث بها فيه تنوع ولحظوا بيجيبوا لكل طالب بيجيب لهم مختلف تمام هنا بقى في ميزة كمان إن أنا أقدر أعمل إيه؟ أقدر إن أنا أمسح إجابة الطالب أقدر إن أنا أعمل زي لايك بالنسبة لإجابة الطالب مثلا بالشكل ده كده أقدر إن أنا أحذف الإجابة لو حاسية الإجابة يعني مش مظبوطة أو ممكن أحذفها من ضمن الاستجابات بتاع أبو فرضنا عفنا الأستاذ معنا مثلا خانا الشاو الأستاذ الشاو مثلا عفنا وزمها إيه إيه إبراهيم معلش لو حابنا نحذف دي مثلا خلاص حذفناها بالشكل ده نقدر نحمل الإجابة عندي طيب نشوف أحملها إزاي؟ أحملها كده أهو بالشكل ده كده بس دي ممكن أستخدمها إننا لو استقررنا يعني دي الإجابة الصحيحة يبقى أنا أقدر أحملها تظهر في شريحة وراء الإيه وراء وراء الإجابة بتاع إيه بتاع الطلاب هنا لسه التوقيت شغال عايز أرجع مرة تانية اهو تمام اللي لو شوف حد لسه بيجاوب دول بس الأربعة اللي جاوبوا معنا استجابات الطالب عايز أخفيها اللي جاوب برضو لغاية دلوقتي أربعة بس اللي جاوبوا معنا تمام كده بالنسبة لسؤالي لأكمل لأكمل فراغ تعالي شوف لو أنا خدت نفس السؤال بس كدت عامل إخفاء أسماء الطالبة أنا هرجع للسؤال تاني هو وممكن أغير في أداداته تاني عادي أهو نفس السؤال وارجع للسؤال مرة تانية أن هنا عملت إخفاء اسم المستجيب اسم الطالب يعني اللي هي ظهر بس الإجابة أحضر لكم بس أستاذكم يجاوبوا مرة تانية لا كده ظهرت أسماء تاني طيب لحظة واحدة سواني بقى لأ فيه لحظة واحدة كده ظهرت الأسماء تاني هو المفروض أنه بيخفي الأسماء طيب جاوبوا كده تاني حضراتكم وكده شغال على القديم على اللي هو السؤال القديم نحسوا واحدة هيا نعمله هو هدئة نحفظ نعمل كده طيب تفضلكوا ده حضراتكم جو كده أنا مخفي الإجابات لو أعمل كده برضو ظهر الاسم هو مفروض يباكون الاسم مختفي مفروض ما يظهرش طيب تشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الرسم هنا مثلا بفرض أن أدرس مثلا سؤال أدرس مثلا خلية حيوانية خلية نباتية وبضرب الطالب على أن هو يرسم مكونات الخلية نفسها أو أن هو يرسم جهاز مثلا في الفيزياء أو يرسم جهاز في الكيمياء أو أن هو يرسم حتى في التربية الفنية يرسم رسمه معينة فأنا بحط السؤال هنا وحتى بوضح للطالب هو هيعمل إيه بقوله أن يمكن الرسمة على الشاشة باستخدام الألم أقصب على اليد أن الطالب لو ما يظهر قدام السؤال أنا أطلب منه أن يرسم حاجة معينة فالطالب على الشاشة بتاع الموبايل بإيده أو لو فيه ألم مع الموبايل أو مع التابلت أو مع الجهاز يقدر يرسم والرسمة ده هيظهر عندي طيب تعالي شوف السؤال ده هتعمل إزاي أنا هعزف السؤال أهو تمام؟ هختار السؤال من فوق من هنا سليت بروينج وأتأكد من هنا طبعا أنا بس أحاول أحزف أسئلة من اللفوق علشان لأنه هو عشان العدد ما يبقاش كتير ويسمح أنه يأرض لحضراتكم كل الأسئلة خلاص وكده اخترت السؤال هنا هذه التعليمات اللي بنعملها كل مرة ودي نوع السؤال هتأكد منه ودي نوع السؤال برضو ظهر هنا طيب أحفظ وجاء عرض السؤال لغاية دلوقتي اللي تزاهر بس ما حضراتكم الشريحة أعمل الفضل حضراتكم جاوبه ما شوف حد بيجاوب آه في ناس رسمة ايه تمام برضو ظهر الاسم وظهر الايه وظهر الرسم ممكن أنا أحمل الرسم بتاع كل واحد وتحفظ معايا في الباور بوينت تمام عايزة أخفي الاستجابات بتاع الناس بالشكلة لغاية دلوقتي الناس ما تكمل طبعا اللي يجاوب خمسة يعني عدد المستجبين بيظهر عندي هنا ونشغل نزور كده تمام ده السؤال اللي هو عايزة أقفل السؤال خالص خلاص يبقى الناس جاوبت كلها وخلصت آه حتى قبل الوقت أقدر أقفل من هنا تمام برضو إن أنا أقدر إن أنا أحمل الإجابات بتاع الناس كشريحة داخل العرض وأقدر كمان إن أنا أحفظ النتائج بحيث أرجع عليها في أي وقت ده سؤال الرسم وده يفيدني في المواد اللي هي فيها اللي أنا أعلم الطالب مهارات مهارات رسم نيرسم حاجة معينة في أي تخصص من التخصصات أو أي مادة من المواد طيب نشوف بعد كده عندي السؤال اللي بعد كده ده برضو سؤال رسم دي الاستجابات بتاع الناس نشوف السؤال بعد ما خلص والناس جاوبت عليه بيبقى لونه أخضر بالشكل ده كده طيب نيجي بعد كده عندي السؤال اللي هو سؤال الأخير اللي هو سؤال تحميل صورة طبعا أنا زي ما قلت ينفع للرياضيات ينفع للفيزياء كمسألة أن الطالب أنا عايز الطالب يجاوب بإيده يعمل حاجة معينة بإيده خلاص الطالب أنا بيدي له السؤال والطالب بيجاوب بإيده ويبدأ أنه هو يصور الإجابة بالموبايل ويبدأ يرفع الإجابة بتاعته أو حتى ممكن أطلب منه يرفع صورة من جهازه أو صورة يكون جايبة من على النت بتاع تخص موضوع معين ويرفعها يعني مش شرط برضو أنه هو أعملها بإيده تمام؟ حتى أنا بديت هنا لطالب تعليمات يتم الحل الفرق الخارجية بخط اليد ثم تصويرها ورفع الصورة واضح السؤال دي بتعمل إزاي؟ أهو أنا مفروض نص السؤال نفسه بقى موجود عندي مالوش علاقة بالكلاس بوينت واجه هنا لقابلود الميج واجه هنا أري التفاصيل دي سابتة زي ما قلنا سابتة في معظم الأسئلة واعمل فيور سبونس وهو أنه أنا ممكن خلاص أحفظ الأول السؤال واجه هنا أعمل عرض اللي بقى ظهر عند حضراتكم دلوقتي الغياد دلوقتي الغياد هنا الغياد الجزء ده مظهر عند حضراتكم الغياد دلوقتي المكان اللي هترسمه فيه مجرد عملت قبلود بيتاح لحضراتكم من أنتو الجو كده لو أنا عايز أشوف الإجابات بتاع حضراتكم الحاجات اللي أنتو بدأتو ترفعوه طبعا سؤال زي كده بيحتاج أن أنا أعدل الوقت بتاعه يعني ما خليش الوقت بتاعه قليل سؤال الرسم السؤال بتاع الحل سؤال زي كده رفع صورة يفضل أن أنا أخلي الوقت بتاعه أكبر شوية بحيث أدي مجال للطالب إن هو يجاوب ويحل ويرفع الورق اللي هو عامل كده فيه اتنين جاوبوا المفروض طبعا حد أخذ لقطة شاشة رسم تمام 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 ممكن أخفي دي كده بحيث أن الطالب ما يتأثرش بإجابة زميله مثلا لو أنا ما يدلوه مسألة وبيحلوه ممكن طالب هينقل النفس الكلام اللي كتبوا تزميله خلص أنا أستنى أقفل الاستجابات من هنا تمام واستنى خلص لما الوقت يمر واقفل كمان أو خلاص الوقت يعني ينتهي بالنسبة للطالب أنه يقدر يجاوب وأبدأ أعرض بعد كده الاستجابات وأبدأ أن أقشهم فيها تمام أقدر هنا بقى أحمل الاستجابة بتاع كل واحد أهو مثلا أقدر أعمل مسألة لايك هنا تمام أهو إجابة خارج الموضوع خالص أقدر أن أنا ممكن أحزفها هنا أقدر أحملها تمام كده الناس خلصت أقفل السؤال insert النتائج بقى فيه شرايح يبقى هنا هيحمل لي كل واحدة من دول في شراحة مستقلة حتى لو أنا ما حملتهاش ماشي ممكن أكون أنا حاطت إجابة نموذجية ماشي لا أو الإجابة اللي أنا عملت عليها لايك يبقى الإجابة اللي عملت عليها خلص بها دي الإجابة اللي هو وصل لأكبر أو قرب من الحل بطريقة إيه بطريقة كبيرة جدا تمام طيب كده نعتبر حضراتكم أنا خلصت الجزء الخاص بالشرح الخاص بالclass points لو أي استفسارات ممكن حضراتكم تكتبوها في الشات والأستاذ جراح هيقول الأسئلة وهجواب عليها تحت أمر حضراتكم فيما يخص أي حاجة تخص الكالصبير يعطيك العافية السادة أحمد الله عافية أسئلة أسئلة تفضل لا تكتبون بس الأسئلة بالدردشة عشان نقراها مع بعض أي زميل أو زميل عندها سؤال ممكن تكتبها في الدردشة أسئلة أسئلة هيقراها لحضراتكم وهنجاوب عليها إن شاء الله إذا في أي سؤال لا سمحته قصوص البرنامج أستاذ أمل تقول بالشريحة أكمل فراغ ما كان في سؤال موجود أكمل فراغ طيب لحظة أكمل فراغ هي ممكن نعمل أكمل فراغ تعيني وحضركم الجواب علي ما فيش مشكل عادي أكمل فراغ هو هادي السؤال أختار السؤال من هنا تمام واحفظوا هاو كده وعرضوا مرة تانية طيب الناس فاني بس أحزف سؤال كمان من هنا على أساس إن ممكن لما يبعادت الأسئلة كتير ما بيعرضش كل الأسئلة على الطلقة هادي السؤال اللي هو أكمل الفراغ اللي هو أحزف سؤال نعيزه طيب نيجي سؤال مثلا هنا هادي السؤال خلال نيجي للشريحة جديدة خالص ونقول مثلا هنا أكمل الفراغ ناخده كده كوبية هادي السؤال العادي اللي هو السؤال المطلوب واجه هنا لنوع السؤال وحفظه كده وهو وهارض على حضراتكم طيب كده لغير دوقتي اللي ظهر بس قدامكم الشريح كده مفروض السؤال ظهر عند حضراتكم كده لو ظهر عند حضراتكم يجاوب عليه فيه ناس بدأت تجاوب يفهمني كده السؤال ظهر عند حضراتكم تمام هو يفضل أننا لما أجي أعمل السؤال أننا أستخدم الايكونة اللي هي فوق اللي هي اللي هنا وأتأكد على السؤال كمان من من القيمة تمام كده ظهر أمر فيها سؤالة نوزق الروح تمام يعطيك العافية أستاذ أحمد يعطيك العافية أستاذ أحمد ما قصرت كل الشكر لجهودك استمتعنا معاك في هذا المساء التدريبي ويعطيك العافية شكرا جهودك وشكرا جهود فريقتك من صوفت في المتابعة تمنياتنا بالتوفيق للمتدربين إن شاء الله ونلقاكم في دورات قادمة يعطيك العافية أستاذ أحمد أهلا عافية أستاذ أحمد شكرا شكرا لفريقكم أنا ما قصرت الله يسلم السلام عليكم شكرا لفريقكم شكرا لفريقكم ترجمة نانسي قنقر